موسيقى مجز الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح خلال اتصال مرئي مع القائم بأعمال سفير جمهورية روسيا الاتحادية يفغيني كودروف تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والاستقرار في بلادنا وتطرق اللقاء إلى الهجمات الحوثية المدفوعة إيرانيا على السفن التجارية في البحر الأحمر وتداعياتها الكارثية على الشعب اليمني قبل غيره وأشهد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات التاريخية بين اليمن وروسيا وأهمية تطويرها بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين وصل عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء ركن فرج سالمين البحسني إلى مدينة المكلة ومن المتوقع أن يجري اللواء البحسني اجتماعات مهمة مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت واللجلة الأمنية وكذا المكونات السياسية والقوى المجتمعية لمناقشة القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية وكان اللواء البحسني قد التقى خلال زيارة خارجية عددا من سفراء الدول الشقيقة والصديقة وبحث معهم التطورات على الساحة اليمنية وعلاقات التعاون الثنائي لبلدانهم استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سفير المملكة المتحدة لدى بلادنا عبد شريف حيث جرى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتطرق اللقاء إلى الدعم البريطاني المطلوب لتحسين موقف الاقتصاد اليمني وإسناد جهود الحكومة في مواصلة تنفيذ الإصلاحات وتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية إضافة إلى تداعيات القرصنة الحوثية المستمرة في البحر الأحمر وخليج عدن وانعكاساتها على المنطقة في ظل مخططات إيران لعسكرة باب المندب وتعطيل الملاحة الدولية فيه أعلنت قوات الجيش الوطني كسر هجوم لميليشي الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران في محافظة الجوف وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش تصدت لعملية هجومية شنتها ميليشي الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة اليتمة شمال محافظة الجوف وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد هذا وكانت ميليشي الحوثي قد دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مختلف جبهات القتال خصوصا في الجبهات مأرب والجوف وسط تجدد للمعارك العنيفة في أكثر من جبهة استشهد شاب برصاص قنصة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا في منطقة الشقب شرق مدينة تعز وقالت مصادر محلية إن قنصة الميليشيات المتمركزة في تبة الصالحين بمنطقة الشقب استهدفت الشاب عبيد محمد عبيد محمد 16 عاما بطلقات نارية مباشرة في الرأس ما أدى إلى استشهاده ونقل الشهيد إلى مستشفى الثورة العام في تعز ليرتفع بذلك عدد ضحايا قنص الميليشيات الحوثية الإرهابية في منطقة الشقب إلى 243 ضحية من بينهم 43 شهيدا و200 جريح انتهى الموجز شكرا لطيب المتابعة في أمان الله موسيقى 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 موسيقى